هل دعاء القنوط فرضاً في صلاة الصباح؟ وهل تدود الصلاة بدون دعاء القنوط؟ الذي عليه ظنور أهل العلم ثلثاً وثلثاً أنه لا يفعل القنوط في صلاة الهجر إلا في وقت النوازل التي تنجل بالمسلمين مثل تسلط العدو عليهم ومحاصرة العدو لبلادهم أو مثل تسلط العدو على المسلمين في بلاد أخرى أي أن المسلمين يقلطون الرتعة الأخيرة قبل الرتوع لصلاة الهجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلط في هذه الحالة ويدعو المسلمين إلى المسلمين في مكة ويدعو على أناس من الكفار بدون المسلمين في هذه الحالة حالة النوازل القنوط مشروع في صلاة الصباح وثيما عداها أنه غير مشروع عند جهور أهل العلم سلفاً وخلفاء وهذا هو الصحيح إن شاء الله جزيكم الله خيراً